اشتركوا في القناة يعني مش عارف ايه السبب يعني طب نقول مثلا مطش كرة قدم مطش بسكت رجال مطش كرة يد رجال طيرة مطشات مهمة لكن مطش كرة يد بنات والألترس يخش ويتفرج مش هقول اقتحم ان فيه ناس بتقول ان هما متفقين مع اتحاد كرة اليد ومن الامن متبلغ لكن ايه المغزة ان الألترس يروح يتفرج على مطش كرة يد بنات ايه يعني ايه ايه الهدف من كده يعني الناس قاعدت تتكلم في حاجات تانية وانا بتكلم في نقطة تانية خالص ان الناس النهاردة دخلت وانت عايزت تتفرج طب ماشي بس ايه المغزة يعني مثلا ايه اقول انا انا ألترس انا مثلا هتبر نفسي ألترس فروح اتفرج على مطش يعني مهم مش بقلل من البنات خالص خالص لكن احنا دايما مش متعودين لحنا في مصر هنا الجماهير ما بتروحش مطشات البنات في اي لعبة او في الالعاب الجماعية يعني قليل جدا لكن اروح مثلا مطش كرة قدم اروح مطش كرة يد اروح مطش بسكت طيرة اروح اتفرج اشوف ايه القصة الناس عايزة تبقى مشتاقة عايزة تخش تفرج محادش هيتكلم لكن ايه المغزة ان الالترس يروح مطش كرة يد بين الاهلي والمعادي وحتى مباراة ما اعتقدش لها مهمة يعني النادي الاهلي والمعادي في كرة اليد للبنات مش عارف ايه الرسالة اللي هم عايزين يوجهوها مش عارف طبعا تم الغاء المباراة او نادي المعادي انسحب مدرب نادي المعادي يعني خد فرقته وانسحب ومن الخاف على البنات قالك مفيش امن او مفيش تأمين فإيه ليه فانسحب من المباراة يعني خد فرقته خرج من الصالة او من الملعب ومن المباراة ما تلعبتش لكن ايه السبب ان الالترس يروح النهاردة يتفرج على مطش كرة يد بنات بين الاهلي والمعادي مش عارف طب يروح يتفرجوا على تمرين الفريل اول مش عارف لكن فيه اكيد رسالة او فيه سبب ايه هي انا مش عارف هنحاول نعرف هنحاول نسأل المسؤولين في النادي الاهلي ممكن يكون هما اللي عارفين كرة اليد بعد وقعت الالترس النهاردة وانسحاب فريق المعادي برئاسة الكابتن خالد حمودة قرروا ان ليحة الانسحاب هتطبق على نادي المعادي يعني هيعتبر نادي المعادي منسحب النهاردة وخسران المباراة وكمان قالوا ان هما حيوقفوا او خلاص وقفوا المدرب ام جدعويس سنة لاتخاذه قرار الانسحاب وتغريبه ماليا كتير اويسا هو راجل عمل ايه هو خاف على فرقته فانسحب ايه لي قالك ممكن مفيش امن مفيش كذا فخاف فخد البنات ومشي ماشي يتوقف انه هو انسحب من المباراة بس يتوقف سنة ليه يعني لو دي مباراة اخرى غير امام النادي الاهلي او الزمالك او كذا يتوقف سنة ليه سنة كتير اوي راجل خاف على فرقته مفيش امنه ولقى في جماهير طب ما هو الراجل ام جدعويس ده المدرب شاف وقائع قبل كده او اكتر من حدثة حصلت فخاف على فرقته فرحواخد الفرقة او منسحب ده معناه انه هو يتوقف سنة يعني كتير اوي ليه فهنحاول برضو نجيب حد من اتحاد كرة اليد نعرف ايه ملابسات اقاف ام جدعويس مدرب نادي المعادي للبنات في الهندبول سنة كتير اوي ده هو الراجل ممكن يتم تغريمه ماليا يتوقف مطشين يتوقف لنهاية الموسم لكن يتوقف سنة طب ايه المشكلة ما فيه فرق كتير بتنسحب في الهندبول او في غير الهندبول ما شفتش انا مدربين بيتوقفوا سنة السبب يا شعر